موسيقى من توشكا النهاردة في النخل ومزارع النخل وهذه المساحة الكبيرة جدا من النخيل الأرض دي كانت أرض جرداء لا فيها زرع ولا ماء النهاردة أنا واقف وسط مزارع النخل وعندنا مليون وستمائة ألف نخلة في توشكا اللي أنا موجود فيها دلوقتي في هذا التوقيت من السنة ودرجة الحرارة مش محتاجة أن أقول درجة الحرارة مرتفعة بشكل كبير جدا ودي أحد أهم التحديات تحديات اللي بتواجه المشروع درجة الحرارة مرتفعة وظروف المعاشية الصعبة جدا جدا لكن رجال القوات المسلحة اللي قهروا التحديات وقهروا الصعاب ووصلنا إلى مرحلة أنه زي ما أنتوا شايفين هي منظر وشكل وصورة ولوحة تفرح لوحة بتتضمن تفاصيل غاية في الروعة غاية في الدقة غاية في الجمال المجهود والعرق والشقة اللي الناس وجهته حتى يتم رسم هذه الصورة اللي قدام حضراتكم يعني دي عندي مليون وستمائة ألف نخلة مسمرة من أفضل الأنواع لأن احنا لما جئنا نزرع النخلة جبنا الأصناف المجدول والأصناف البرحي والأصناف الجديدة اللي بتجيب إنتاج غزير وبتكلفتها ربما تكون عالية في البداية لكن في النهاية المخرجات والإنتاج من البلح المجدول والبلح البرحي بيقدر يعمل عندي إيراد نقدي بيقدر يغطي جزء كبير جدا من التكلفة بيقدر يكسب المشروع ويبقى فيه جدوى اختصالية أنا أتصور أنه الصورة دي تستحق حقيقة أن احنا نقطع ألاف الأميال ونقطع كل هذه المسافة ونيجي في هذا التوقيت عشان نشوف النخل هو مسمر النهاردة احنا جينا أثناء زراعته وهوري حضراتكم دلوقتي أول شجرة زرعت في تشكة للنخل اللي زراحة سيادة الرئيس بنفسه فاكرين الصورة هروح دلوقتي قدامها وأشوف وصلنا الفين لكن خليني أنا دلوقتي معاك وفي النخل ياريت حد يكون من الشباب اللي شغلين يكون موجودة رب اللي أحد لكن قادي النخل هي قدام حضراتكم وقادي مغطينها بشكل ده للحفاظ على المحصول أهو تم حضراتكم قادي البلح أهو بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أهو اللي حفاظ عليه بيتم تغطيته بهذا الشكل السلام عليكم سيكشفانس بارك إيه؟ أهلونا سهل زي قلونا بقا ايه اللي انتو بتعملوه في موسم الإثمار يعني هو الوقت الصباطة بتاعة البلح نزلت ده نوح أقلي قوي صنف خلاص صنف خلاص اللي هو مكدول خلاص لأ صنف نوح خلاص بسم مكدول أه طب قولي بقا الانتاجة أنا شايف بسم الله ما شاء الله يعني كم صباطة وشايف انتم مغطقين احكيلي كده القصة احنا حاليا نشاغالين في عملية اسمها عملية التكميم دي تعتبر عملية التكميم من أهم العملية الفنية المحصول دي العملية دي بتسبق مرحلة الجمع دي هي العملية اللي قبل مرحلة الجمع المباشرة على طول ده بيقعد قدق من ساعة ما يبدأ يطلع الطلع بتاعه طلع النخل لغة ما يطلعه بيقعد وقتها قدق على النخل بيقعد معنا حوالي 8 شهور 8 شهور 8 شهور عشان الصباطة تستيبوا وقتح اه اوصل للمرحلة ان انا بجمع على مراحل المرحلة اللي قبل النطق بتقعد قدق؟ المرحلة دي بتقعد معها حوالي شهر ونص أو شهرية الحسب ظروف الجو النخلة تقريبا بيقعد قدق بيقعد من متوسط من 60 إلى 80 كيلو من 60 إلى 80 كيلو النخلة الوحدة دي مجروع بالهادق النخلة دي مزرعة من 2019 2019 مجروعة فسيغة نسيج نسيج ولا إيس فسيغة نسيج تمام زراعة بالأنسجة بأنسجة اوه احنا اتطورنا بقى في زراعة الأنسجة دي ده دي حاجة كنا بنستورة زمان الفسائل بزرعة بالأنسجة نسيج نحن هننتج أوه عندنا ما يقرب السنة الجاة إن شاء الله بإذن اللي احنا هنخش السوق المحلي بنسبة فسائل كبيرة احنا عندنا النخلة الوحدة مطلعة من متوسط من 8 إلى 12 فسيلة إن شاء الله هنزلها هتنزل سوق المحلي وهتنافس الأصناف اللي بره عشان تبقى نقدر نوفر الفسائل ديت لأي حد عايز يشتري فسائل إن شاء الله تبقى بسعر القدر المستطاع أنه يقدر يشتري فسائل أنت شاطر، أنت خريج إيه؟ خريج زراعة الزائزي الزائزي؟ أه أنت بكره الزراعة اسم إيه؟ كاسمه حصيل ما شاء الله يعني أنت وشغلت في تورشكة من إمتى؟ من 2019 يعني أول معبدالت المشروع من الزائزي من محافظة شرقية وجيت على تورشكة اشتغلت من 2019 إنه بلد خمس سنين وشغلت في النخل؟ في النخل في النخل؟ طبعا درست بقى خلاص يعني في النخل بقى شغلتك في النخل بقاش بالزبط ما شاء الله مبسوط؟ مبسوط جداً تبقى أحكيلي على حياتك؟ نحن يعني مقيم فين؟ أنا مقيم في الشرقية؟ أحكيلي يعني أحكيلي إنت جيت إزاي؟ دي مغامرة؟ دي مغامرة وكانت عايزة تجربة مشروع زي ده مشروع كبير يتم إعلان عنه عن مشروع كبير زي ده فأنا حبيت أن أجرب وساهم وأن أنا أكون يعني يضوب الجوز صغير في مشروع كبير زي ده أن أحقق إنجاز وحاجة زي ده أعمل حاجة كويسة البلدية هذا اللي خلاني أن أداني دافع عندنا ياره أه تمام مبسوط متجاوز؟ متجاوز أه أولادك فيه؟ معي حمزة لسه في الحضامة في الشرقية أولادك؟ الشرقية أولادك بنسافل كل أداء؟ بقى أقعد هنا 15 ونزل 10 أيام أجاز ومبسوط؟ مبسوط الحمد لله الحمد لله ومش ندمن على الزمين؟ لا لا خالص وحاسك تبحجل بلدك؟ بالضبط أنا فخور بها أنا فخور بأنني أشتغل في مكان زي ده طبعاً يعني بتخيل زميلك المطورة بالبلد؟ طبعاً نقعد مع أصحابي وأنا فخور بأنني أشتغل في مكان زي ده ودائماً بنقول لي الناس تعالوا تعالوا يشوفوا إحنا بنعمل إيه؟ تعالوا شوفوا دفت كيف؟ أنا دفت 2016 بلال وإمتك اسمه حمزة إن شاء الله ربنا يبارك اللهم أمين يا رب قل لي إزايك؟ أبارك إيه؟ الحمد لله اسمك إيه؟ محمد عبدالغن ملينا محمد؟ من لوكسور من شرقية ومن لوكسور أنت خريج إيه؟ عند بلوم زراعة وجيت هنا سنة كان؟ 2018 2018 قبليك بسنة ذا قدمينك؟ قدمينك قل لي مبسوط؟ مبسوط الحمد لله شغلتك هنا؟ عامل في النخلة عام صراع أيوة عامل؟ كلنا عمال شغال في النخلة تقليمه وتقويصه عاملات فنية في النخلة والمين اللي بيوجهك؟ البيش مهندس البيش مهندس اللي بيوجهك؟ وأنت بتشتغل في مساحة قد إيه؟ مية خمسة وعشر فدان مية خمسة وعشر فدان؟ معلش ببيش مهندس؟ العمالة إيه؟ يعني كمية عمالة كتير وعنا شوية؟ أنا عمالك ويسها متوفرة أنا عمالك ويس كتير أنا شايف أن كله مميكن يعان شايف رايب الطنقيد قدامي اهو، شايف رايب الطنقيد؟ يعني الرايب الطنقيد دا بيفرق في الإنتاج، صح؟ أبي بيبعشين نحافظ على بس كمية المية أهوا ده رايب الدى اللي نخلة لكمية المية اللي هي محصة لها تسميت وهي مظبوط كمان؟ أه طبعاً، كل حاجة مظبوطة كل حاجة مظبوطة فلكمية، فدلوقتي لما غيرته هنا بقى كل الزراعات برقت بالتنقيد بالطنقيد بالرأي الحديثي هذا فارق معك في الانتاجية فارق معي في كل حاجة يوفر لي مية ووفر تسميد ويحافظ على المية اللي أنا بنزلها للأرض يبديني الانتاجية بتاعتها السماد اللي نزلوا المية اللي نزلها للنخية هي اللي هتستفيد بها بشكل مباشر بزرق ما فيش مكو مكو مفيش فاكد شغال انت معك يا مهانس يعني انت مسؤول عن ايه فارع النخيل كله فارع النخيل اللي هو كان فدان احنا عندنا المزرعة بتاعتنا احنا على مساعة 40 ألف فدان 40 ألف فدان احنا زرعنا لحد دلوقت 27 ألف فدان ونص كم نخلة في الفدان؟ احنا الفدان بتزرع في 64 نخلة ده مقنن 64 ألف فدان في 27 ألف؟ احنا عمل مليون وستمائية يبقى ثاني بس عشان خاطر للناس تبقى عارفة انه الفدان الواحد بياخد كم نخلة قلتلي؟ 64 نخلة 64 نخلة في 27 ألف فدان هيعمل مليون وستمائة ألف نخلة مزرعين منتجين النخلة الواحدة بتجيب من 60 ل 80 كيلو بلح من أفضل أنواع التمور وده نقل مصر نقلة كبيرة تاني من مستوى كانت دولة يعني لا تذكر في عدد الدول أو تعداد الدول المنتجة للتمور النهاردة بقينا في حتة تانية خالصة دخلنا مستوى الجنس ايه بقى؟ المزرعات تمور في شرق نخلة دي أكبر مزرعات تمور في شرق نخلة ليه قطعة واحدة فيها مليون وستمائة نخلة هي أصلا المشروع مساحته هيدم 2 مليون ونص نخة ده المشروع ده التارجت المستهدد 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 2 مليون ونص احنا زرعنا لحد دلوقتي زرعنا 27 ألف مليون وستمائة وجرد الاستكمال احنا شغالين جرد الاستكمال برضو بنكمل وبتجيب انت الانساجة من عندك انت؟ بنجيب بقى وعندنا فسائل بقى لأحنا بقى عندنا فسائل من نفسنا بتاخد من النخلة من النخلة لأمه بيفصله بنزرع بتعمل الفسائل الجديدة وبناخد الفسائلة لنفسها وبنزرع ده بيوفر كتير خلال بيوفر فلوس طبعا ومن حاجة مننا فيها قبل كده من بره وبتكلف فلوس بيتكلف طبعا دلوقتي انا من عندي بيوفر فلوس طبعا دلوقتي انا بوفر فلوس ممكن انا عايزة شوف عايزة فك الاسباطة كده هاشوف ينفع؟ اه ينفع تماما عايزة شوف بس الناس تشوف برضو معايا بسم الله من شاء الله فك دي فك دي مفقو فك دي وطب فك تاني ماشي ماشي يلا يعني كم صباطة في النخل؟ احنا دايما بنوزع الصباط بنعمل عملية تخف للصباط اه انت اللي بتنتخب بتنتخب الصباطة اللي فيها انتاج كويس بالزبط بنسيب برضو عشان تديني محصول جودة عالية ومحصول كويس وانتاجها كويسة تديني مساحة بنسيب حوالي 12 صباطة عالنخل او اكتر من كده يعني دي فيها كم واحدة بيج ممكن اهلف كده بصريح عمال واحد اتنين تلاتة اربع خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر صباطة اه بالزبط الصباطة فاكم كده؟ تقريبا حوالي ممكن تديني مانع ممكن تجيب معك سبعة تمانية اه يعني الاجمال جاندولت من ستين لثمانين كيلو يعني متوسط تختلف نصباتها للتانية طبعا اه بسم الله ان شاء الله دي تستوي بعد اديه؟ دي هي حدرتك دلوقتي في بداية التور الخلال اللي هدخل على مرحلة الراتب بقى خلاص احنا بدينا نكيسها كده عشان هي دخلة خلاص مرحلة اللي هاتستوي خلاص بقى ونبدأ نجمع فيها طبعا الجامعة عندنا بيبدأ على مراحل ما يبقاش مرحلة واحدة انا بفكش الكيس بفك الكيس مرة واثنين وثلاثة بجمع اللي استوت بس بجمع اللي استوت بس وبقى في الكيس ثاني انا بجمعاش كلها مرة انت بتجمع لما يرطب؟ اه انت بتجمع رتب؟ اه مرحلة الرتب وبعدين الجامع هي يدوي؟ الجامع هي يدوي اه طبعا بيتفك الكيس لا لا بيتفك الكيس ونجمع البلحة اللي استوت وبعدين نقفل الكيس ثاني وبعد كده بيطل على محطات بقى الفرز والتعبئة عندنا محطات فرز والتعبئة هنا لكن انت الرتب بس اللي استوت اللي استوت اه اللي بقى لا بسيبه بطريقة يعني حديثة انه نجمع مرة ومرحلة واثنين وثلاثة واربعة بتخش معنا الجامعة اكتر مرحلة والولاد الامال اللي بيجمعهم مدربين طبعا عملات فنية مدربين ده متوقع يستيو امتى ينزل يرطب امتى؟ يا ان شاء الله على اخر شعوري تمانية كده بداية التسعة بإذن الله ده لازم يرطب؟ اه لا لا لازم يرطب صنفره طبعا انا بشهرة جدا انت مسؤول في الشغل انا صحيح حاسنك تمل حاجة يعني؟ والله العظيم انا الحقيقة باش مهندس معلش والله انا نقعد معاكو في مرتفعة جدا 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 وظروف قاسية جدا لكن شايف الرضا وشايف الانبساط طبعا انا احنا بناعمل حاجة كويسة احنا مبسولين احنا بناعمل حاجة للبلد الحقيقة والله انا يعني من غير ترتيب الكلام يعني بلال ومحمد واحد من شريعة عبدالقصر واحد مهندس واحد عامل واحد خريج باكلوريوس واحد خريج دبلوم وشغالين شغلانا فعلا محترمة مشرفة بيعملوا حاجة لبلدهم وفي عز هذا الجو الشديد الحرارة الناس مبسوطين وراضين وانا بقول افتكرت انا بتكلم مع بلال افتكرت الناس اللي قاعدين على الكافهات والهاوي وفاتح الفيسبوك وشغال عما يقول البلد راح فين وشغال عما يقول انا فعلا انا ممتقن جدا ليه يجي شوف البلد راح فين يجي شوف احنا بنعمل ايه يجي شوف احنا جينا هنا كانت صحرة جنة احنا بنوفر كل حاجة حاليا احنا داخلين ان احنا نوفر لبلدنا كل المحاصيل كل حاجة هي محتاجة نحطة جور بنضرع فاظ갔ة حملية بنزرع ببضو بنزرع ايه منظرع كركدياة زي كركدياة وعندنا دلوقتي موجود? وادنا زي كركدياة وعندنا زي شمر وعندنا منظرع شعير ومنظرع امح برضو وعندنا منظرع كمون والسماد موجود شعير كمون اه كركديا 고ال حاجات دي مزروعة بني وبرضو بنيستغل المساحات البيناية بنزراحها زراعنا المساحات البيناية عمني تجربة زراعات عشايفية للدرة ده درة اه انا شايف كمان نعمل كابريت اه مش ده كابريت برضو تمام اه صح جدا اه Based on ? احنا بنزرع داه زراعات تحميلية دا ذرة ذراواة لل لا لا درا درا درء طلاب دراس والله يا حاجة حاجة مشريفة جدا ده زراعات تحميلية تحميلية تحميلة مية مية تنيل مية تنيل جامل مية تنيل مية تنيل مية تنيل الحقيقة أنا مبسوط والله مبسوط جدا ويعني أعتقد أنه أي حد يشوف في الصورة دي والمنظر دا والنخل دا والإنتاج العظيم كل نخلة فيها 12 صباطة كل نخلة بتجيب حوالي من 60 ل 80 كيلو بلح من أجود واعة تمور وبنتج فسائل أصدرها كمان آه هو إيه اللي انت عام دي خلفة دي دي الفسيلة آه دي الفسيلة بقى آه دي انت بتاخدها بقى دي أنا بفصلها وابدأ أزرعها بدعملها فاصل آه هي دي نخلة مطبقة للأم يعني الأم دي ومطلعة كم فسيلة انت من تخيبهم وربيهم بيتطلع معنا من 8 ل 12 فسيلة متوسط 10 يعني لكل نخلة أنا ببدأ في السنة آه بتطلع مرحة مرحة آه أنا ببدأ أفصلهم بقى وببدأ أفصلهم طبعا يعني الناخلة بتجيبلك من 60 إلى 80 كيلو آه طمور وبتجيبلك حوالي 9-10 فسيلة نشاء 25 فسيلة تنوي هتجيب ءائل هتوفر للناس برا الأصناف أصلا مش موجودة فمصر قبل كده مع زرعتش فمصر اللى افتوشكا عندنا حوالي 40 صنف هنا من المجدول والشيشي والنميشي ونبوت سيف وعجوة المدينة وعبارة المدينة والخلاص والصفاوي والصقعي نكت سيف والخضري والخضراوي هنا 40 صنف هنا في المزرع من أفضل أنواع أجود أنواع التمر في العالم من تزرع أفضل حاجة أجود أنواع التمر في العالم إحنا دخلين السوء والله أنا مبسوط والله يا فرحان جداً جداً وحتى الزمايلة حتى اللي يصوروا أنا مبسوط جداً لأن إحنا برغم الجاو لا إحنا تعود مع الجاو آآ خلاص لأ أنت رجال والله العظيم رجال والله رجال أنا يعني أنا بقول أنت أقدامكم دي وجزامكم دي أفضل سماد للأرض والله يعني أنا بقول لك فعلا آآ آآ أقدام وأحذية المخلصين أفضل مئة مرة سمحت تعالى سمع عليكم تعاليا يا عم سلم علينا يا عم انت منين ملوق سور هات المايك اسمك خليه معاك يا عم اسمك إيه؟ مبارك محمد علي مبارك مبارك عليك إنت من الأسر شغال هنا بلك أديه؟ ست سنين ست سنين من ساعة المشهول ما بدأ؟ آآ من بداية في النخل آآ مبسوط؟ أعجيت مبسوط كبير جفتكم أنت شرفتنا ربنا يحفظك ربنا يخليك والله وتسمتك الحلوة عيالك في الأسر؟ آآ في الأسر وبتسافر كل أديه؟ بأخذ أجازة هنا بأخذ مدتين وبعد كنزل أجازة اللي يأدي المدة بقى اسبوعين؟ خمسطاشر يوم خمسطاشر يوم؟ عشر طيام وطرعته عشر طيام هناك؟ مبسوط؟ مبسوط؟ مهية وشغل ومبسوط ومبسوط كبير من الحاجة؟ يا فندي بأي شجع الشيوة كلها تيجي تشتغل معنا هنا انت عاق شوف المنظر حضرتك إزاي؟ فرحم بي؟ أكيد أنا فرحم بي، أنا فرحم جدا يا فندي بقى الصحراء دي شوفت الخضار اللي انت فيه بيجينا في جنة ده باي؟ تعبنا وشاء نحن يا فندي فانا هاشرف أي شاب يجيش تغل هنا دي ما انت سيب حضرتك اللارد استغل لنا يا فندي ده زراعة تحملية استغلنا زراعة تحملية أي مكان فقط يا فندي بنستغله وفرحنين بالشغلات؟ عاقيد طبعا يا فندي عزيب مصر هاي منتفحوا حاجة كبيرة نفرح ببلدنا لي شكل لدي بكل ما انتصر هل حاجة اتشرفنا توصí يا فندي؟ انا wenتشرف بيكم والله منتشرف بيكم ونتمنى تقول كل مره نشوفكم يا فندي ان شاء الله ا احنا خدامينكم والله انتم له شغلة انتم الي مشتغلوا انتم اللذ انتم فيه olog الشغل الي انتم فيه اعتقدين حاجة متشرفة جدا ان نشتجوكم جدا شكرنا محمد شكرنا حبيب شكرنا باشماندس في وأنت لربنا قويكو وانت نموذج نموذج يعني انا انا فخور بكم نموذج للشباب اوى بشرقية وملؤسر وملؤسر ومن كل المحافظات شغالين وفرحنين وحاسين انك بتعملوا حاجة لبلدكم ومبسوطين بانتك يعني انتو مش عادين شغالين وانتايقين لا انتو شغالون مبسوطين النخلي ده احنا مربيين واحنا نفرح لما هو يطلع كده انتاجز قدامنا نحن مربيين واحنا نزرعينه من هو على ثلاث ورقات لما نخلق توصل بالحجم ده ودامي عبقى فرحان طبعا ده مجهودي وتعبي وتعب زميلي وتعب صحابي كلنا هنا وتعب كل واحد يشتغل هنا ده حاجة احنا نزرعينه على ثلاث ورقات بالحجم ده انها توصل بالحجم ده احنا فرحان بيها بتشوف الناس على فيسبوك وهم يقعدوا يشتغوا في مشروعاته بالظبط تعالوا شوفو احنا بنقول للناس تعالوا شوفوا احنا بنصب ما احنا نعمل ايه وشوف. يا مولانا. اللي مش مصدة يجي يشوف. يا مولانا. تعال يا عم. اللي مش مصدة يجي يشوف احنا بنعمليه. عارس ومصدقنا يجي يشوف اللي احنا بنعمل ايه احنا بنعمل ايه? وحنا نجيبه على حصادنا لو اوعايز. ما عايز يجي بنعمله دعوة ومن يجي. سلام عليكم. اتفرج علنا. chau من الله. زي صحيح يgio صحيح تامك ايه؟ سيدة باكرا سيدة. سيدة باكرا حسنين بنيناء عم سيد. من لوكسر. حشغال بالتوقدي ؟ خمسة سنين. خمسة سنين. خمسة سنين. الشغل ايه? عامل زراعي. بتعمل ايه يعني? اه يعني بالنخيل. اه يعني بنشي بنقص بنعمل بنروي. عملات فنية. عملات فنية. حلوة عملات فنية دي. ودربت على حاجة. يعني انت كنت جاي بخبرة ولا جيت علمت هنا. لا تعلمنا هنا. تعلمت هنا. اه. انت متجاوزة حاجة. اه متجاوزة. وولادك في الاسر. الاسر. وبتاخد المدة وتسافر عشر تيار. اه. زي بقت زمايلك. مبسوط? لا الحمد لله. صحيح اه. وفرحان بتنخل لما تعال يا عم يا عزي. انت عم واقف عيد ليه? تيجي عم سلم علينا عشان دفتر معك يعني. ازاي? شماندس? اه. شونز ايه? محمد عبدالسلام حسين. من اين? من بنسويف. من بنسويف? اهلا بيك. اهلا بيك. شغال بالك ادي ايه? شغال بالي خمس سنين. خمس سنين? الفيلم سنعتاشر. يعني النخل ده كبر على ايدك. الزرع على ايدك. الزرع على ايدك. مبسوط? مبسوط جدا. الحمد لله. يعني آآ آآ بل من الشاقية. وانت من بنسويف. تمام. والاخوة من انا القصر. آآ انتو تلاتة من القصر. آآ آآ في ناس كثير شغالة. آآ طبعا. في ناس كثير طبعا. من كل آآ. كل محافظات. كل محافظات. صح. شغالين ومبسوطين. ناس مبسوطة كلها. بتتابع باش مهندس الكلام اللي بتقلل نتوشكو مشروع فشل? والله انا بتابع وبتحك يعني هو آآ يعني اصل اللي انا فيه والمجهود اللي انا تعبته والمنظر اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي عايزين الناس تتفرج تجي تشوف هم. الناس اللي شغالة والناس اللي اتعبانة. لاي معلش يعني خلينا باشي. الناس اللي نسانها طويل. وهم شايفين واحدين تسبوك عمال يشتغل ويعمل يعمل يعمل تقول له ايه? لان هم مش شغالين. تقول له ايه? اقول له ربنا سبحانه وتعالى رجع الكيدك في نحرك. واحنا هنا ان شاء الله. ربنا ايه دي? يعني ما فيش بقى خلاص هو هو بينكر الشغل والعمل والجهود. على شوق. فخلاص هو مش يعني ليس اهل ان هو ان احنا اتعله الدعوة د اه يجي شوف بنفسه. اكبر مزرعة طمور في العالم اتزرعت في وقت. اتفرح عنها يا جماعة. اه طب اربو می يا عم اربو منا ونتشرف فيكم. والله اي متشرف فيكم. اه. 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 اربو ميني. انا فرحن. لان ده صورة للشباب صورة للشباب اللي الا اه اللي انا ااسف يعني. ودايما لو حدي� عمال يتكلم ويكافح ويقول ويشرح للناس بقول لي طلبة الجامعة وبقول لي آآ الشباب في مراكس شباب والشباب اللي اقاد على الكافيهات والشباب اللي اعد على القهوة. بص بص عليهم. بص عليهم هم بيشتغلوا. بص عليهم هم مفرحانين بشغلهم. وهما بيغرس. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو لو قامت القيامة معنى الحديث يعني. وفي يد احدكم فسيلة. فليغرسها. الناس دي غرسوا مليون وستمائة الف آآ فسيلة. بقوا ناخل مسمر. مش بطلين. مش بطلين. مش بكملين. شغلين. فانا انا دي الصورة الجميلة دي. انا بهديها لكل شاب. اقول بهدي زي باخد كلمة طلعه سين لما قال. الالليزين لا يعملون. ويسيئهم ان يعمل غيرهم. اهدئ اليهم هزي الجنة في الصحراء. انا بشكرك يا شباب. شكرين يا مش معنى الصحراء. شكرين. يا فندم اللي عاد يشتغل من الشباب يجي تشكل. اللي عاد اشتغل يجي تشكل. يجي تشكل. الشغل متوفر هنا. اللي عاد اشتغل يجي تشكل. اقول لهم كيف. اقول لهم ايه. مرضى يا فندم اللي عاز اشتغل ايجي تشكع. اه. برضا اشتغل ايجي تشكع. واللي مش عايش جعل عاملهم مجال. ولا ايه? صح? احنا استفدنا. عادين نتيجة تعبنا. اه. استفدتم. استفدنا. مبسوطين? مبسوطين بالانتاج بتاعنا. بالسمارة بتاعنا. انا مشكرك جدا. شكرا يا محمد. شكرين. شكرا يا محمد. شكرا حبيبي. مش مهندس. شكرا مش مهندس. مش مهندس. شكرا. كلمة اخيرة بس عايز اقولها. احنا عندنا في المزرعة هنا حواليها صور. ها. اللي هيعدي بعد كده من جنب الصور ده هتشهر. بس. ها. اللي هيعدي من جنب الصور ده كده هيتشهر. هيتشهر. هيخش الشهر هيخش التاريخ انه عادة من جنب الصور ده. ها. بس. ده شور توش. ده انتم تستخروا بيه? طبعا. بنفتخر بكل. بكل احجار هنا. بكل مكان هنا. طبعا بنقول نفسنا بنقول اصحابنا. والدي والدتي مفخورين بيا ان انا شغال في المكان ده. انا بشكر كو جدا. اه فرحا بيك وساعد بيك. مشكرا. مشكرا بش مهندس. مشكري. موسيقى 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 في 15 مارس 2019 كان هنا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأول نخلة يتم غرسها في هذا المكان اللي النهاردة وصلنا إلى مليون وستمائة ألف نخلة أعتقد وأتصور وحداكم شايفين أن الصورة أبلغ من كل كلام الصورة اللي إحنا شايفينها وزمائي اللي بيصوروها كلها بلاغة وكلها شياكة وكلها جد كلها اكتعاد وكلها شاكة عشان نوصل لهذه الصورة أعتقد الأمور ما كانتش سهلة دي أول نخلة السيد الرئيس أهو قدام حضرتكم دي أول نخلة الرئيس حطها زراحة بإيده بسم الله ما شاء الله أهو أدي الصباطة وأدي المحصول بتاعها أعتقد واضح يعني جدا جدا كلها بركة وكلها خير وفسائل حواليها الفسائل دي اللي بتتحول إلى نخلة تاني لأن احنا بننتج حاجتين بننتج البلح الطمور وبننتج الفسائل اللي حواليها اللي هي دي دي بتتحول لفسيلة النخلة جديدة أهو هو مربي يا حاطم ربطها أهو وأدي عندي 12 صباطة في كل نخلة وبتنتج النخلة زي ما قولنا من 60 ل 80 كيلو من أجود أنواع الطمور في العالم أدي النخلة اللي زراح السيد الرئيس في 15 مارس 2019 والحمد لله الحمد لله أنه الصورة والمكت اللي احنا كنا بنشوفه في هذا التوقيت النهاردة احنا أمام أكبر مزرعة طمور في العالم أكبر مزرعة طمور في العالم وده بيستوي يبدأ الشباب والعمال يبدأوا ياخدوا الاستوى وبعملية الفرز ثم التعبئة لنرى في النهاية إن شاء الله 2 مليون ونص نخلة في الطريق اللي مزرع منهم دلوقتي مليون و600 وديكت النخلة رقم واحد في هذه المزرعة الأكبر في العالم واللي سيد الرئيس يعني غرسها بيده الكريمة والحمد لله يا رب الحمد لله الصورة اللي احنا بنشوفها أبلغ من أي كلام بهدي هذه الصورة وبهدي هذه المزارع وبهدي هذه الثمار الثمار دي اللي قدام حضراتكو دي أنا أهدي هذه الثمار إلى الذين لا يعملون الكسالة اللي قاعدين فقط للشكوى اللي قاعدين فقط للهجوم على الدولة اللي قاعدين فقط لانتقاد الدولة أهدي إلى هؤلاء هذه الثمار أهدي إليهم هذه الثمار في هذه الصحراء القاحلة التي تحولت إلى جنة حقيقية خلينا نكمل المشوار وهنفتوشكا النهاردة ونشوف تاني إيه اللي حصل وخلتوشكا أصبحت جنة الله للأرض في مزارع النخلة اللي هي مساحة 27 ألف فدان اللي مزروح فيها مليون وستمائة ألف نخلة فيها زراعات تحملية بيسموها زراعات تحملية أنا بحمل زرعة على زرعة بحمل حاجة على حاجة الزراعات تحملية هنا مانجة وده لفت نظري فأنا وقفت بسرعة ويعني أحد المهانسين المسؤولين بقول له إيه قال لي دي زراعات تحملية بنحمل حاجة على كده كده المية موجودة كده كده السمات موجودة كده كده استغلال كل نقطة مية، كل حبة سماد زرع المنجا والمنجا هنا أعتقد فيها ما يميزها دعيني أسأل الباشمهندس، باشمهندس مساوى الخير أسأل نور أذيك؟ مهندس علي محمود علي من هنا الحموى؟ من الفيوم مالفيوم؟ ماشاء الله أنا لسه أشاهد من هناك مهندس من الباشمهندس ويف ومهندس من الشرقية ومهندس من الدقالية وأنت من الفيوم وأنت مسؤول عن المنجا؟ المنجا والنخيل والنخيل اه يعني هنا الزرعة الأساسية النخيل اللى هو الطنور اه والزرعة التحملية المنجة اللى هي التحملية هل هذه المنجة متخزمة؟ اه بتبقى متخزمة عشان خاطر ما تعليش انتوا قصدين اه قصدين كانت تبقى مخاطنة لان اصلاً انه هي اصلاف اجنبية وتدخلة دي اه اصلاف اجنبية في طومي وفي نعومي اه كم نوع عندكم هاي؟ اه اه ات مشار نوع كومي ونعومي وكينجستون وكذا نوع يعني هم اتناشر نوع اتناشر نوع اه كلهم متقظمين بحيث ان هي الشجرة باذن الله لما تكبر كمان 3-4 سنين هي اعتبر لسه اول تجربة باذن الله احدك لو شايف برا في اول شجرتين فيه حوالي 2 كيلو او 3 كيلو وتحت هنا هي لسه اعتبر في البداية في البدايات فالمفروض ان الجريد ده ان شاء الله باذن الله بيغطي عليه هي لسه كتجربة هي المفروض ان الجريد يغطي عليه عشان الضل عشان خطر الشمس لان احنا درجة الحرارة عندنا عالية جدا هنا يعني المنجة هنا تنمو اه وتشتغل كويس في جوه مغاربل ظل اللي هو كده او كده اه اللي هو في النص اه من الشمس بشكل مباشر عشان ما تتحرقش اه زي كده لدرجة الحرارة اه فانت مستني الجريد الجريد هيكبر ان شاء الله وهي يغمم عليها وياخد نص الظل دي تجريبة عظيمة جدا كم شجرة المنجة عندنا؟ تقريبا، عندنا تقريبا هنا حوالي hundred, or ten hundred 1500 نوع 1500 شجرة دول تجارب اه كتجربة تجارب فيه زراعات تكميلية ولاست هي زراعات اساسية هذا الاساسي هو هنا الطمر تحميلية تحمل تحت لكنلمزرعة Nunca مزرعة طمر وبتزرع فيها المانجا زي ما شايفين كده باز الشكل بس الله شايف انا يعني شغرة ايلا يعني اه شغرة ايلا اه شغرة ايلا اه شغرة ايلا هي هي في الاساس اصلا متقزمة اه طب احنا خلينا نشوف اه فيه عندك اه فيه انتاج واللسه ده التجارب هو فيه اه فيه انتاج بيبقى بسيط اه في البداية وبعد كده بنكمل بعدين ان هو ان شاء الله بيجيب نوع خويس له نوع اجنبي اصلا ده يعتبر بركود منظومة شغالين عليها اه منظومة شغال عليها المزرعة دي بيحدد لك نوع الصنف الموجود من سواء كان اه مانجا او انا بخش عمددود بعرف تاريخ القصة اه اه دي منظومة كبيرة موصولة بالشركة احنا عنده ده في الاربع مزارة دي دايما موجودة المنظومة دي وبتتقاظ بالاربع مزارع الموجودين انتو زرعين دورة? زرعين دورة ده زرع صيف ده تحميل احنا بنستغل اي حاجة موجودة بالمية. يا انت زي الفدان الارض يا جماعة اه مزرور ثلاث حاجات في وقت واحي ادي طمر و ادي مانجا و ادي فول و ادي دورة يعني معناها ان هو بيزرع فعلا انا مسألت سادة اللي هو توفيق بقوله الانتاجية مش انتاجية الفدان انتاجية متر المكعب مية و دا اللي عالم كله شغال فيه و الراجل قال لي انه فعلا احنا شغالين دلوقتي على الانتاجية بتاعة المية كل حبة مية كل نقطة مية انا بنتك فيها ايه اعتقد انه الصورة يعني وفي وفي حاجاتك تانية في كركديه بمزرعه في الزراعات التحملية دي برضه. اه يعني انا برضه له هجيب ممكن ازرع بازرع اامح ينا احيانا يعني هلالامحة هافضها اتحسط وبازرع كركديه اه بازرع اه. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. دي منجة دي شبه الفونس. اه. دي كينجي ستون. بس شبه الفونسة صح? اه. اه. يعني نفس الشبه. ودي الشجرة دي يا جماعة هي شجرة يعني نقولها مش مجابة اتنين متر. هي المتخزمة دي. الاساس بتاعنا هتكون متخزمة. انتو قصدين متخزمة عشان خاطر تبقى تحت. في حضن النخلة. اه. في حضن النخلة. اه عشان ما ما تعالقش عن النخلة وفي نفس الوقت ما داخدش حاجز للنخلة. انت جدر النخلة اصل ومواصل يعتبر اه. ملحبا. دي بشاير. اه بشاير. دي البشاير دي الموجودة. دي دي منجة بشاير. دي فضل الله. لا 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 دي لسه بشاير لسه. لسه ان شاء الله بتحمل تحميل حداتك بص لو هتخش جوه. اه. بص شاتك. اه. اه. موجودة هناك اه. موجودة عندنا منها يا اعتبر ده كتير يعني الحمد لله يعني بفضل الله احنا اهم حاجة عندنا ان احنا نستغله كله نقطة مياه يعني. دي تستوي امتى المنجة دي? يعني ان شاء الله بإذن الله حوالي بتاع شهر. شهر. اه. اه شهر. اه. انهايه. فاغستس اول اغستس المانجة ده اول مر. دي اول مر. اول تجربة. يا جماعة المانجة دي فتوشك يا جماعة. المانجة دي فتوشك. المكان اللي هنا فيه فتوشك. توشك اللي الناس كانت بتظن يعني زي ما احنا عارفين ان استلموها الفين وسبعتاشا كان فيها ربعمائة فدان النهاردة فيها ربعمائة واشاء فيه فدان ادي المحصول شفنا البلح و ادي المنجة و ادي المحاصيل التحميلية زي الكركديه زي الدرة زي الشمر زي الامح كل دي زراعات باستغل كل نقطة ميا كل حبة اه كيماوي والمهندسين والعمال والناس اللي شغالين زي ما شفتم و كل محافظات مصر شغالين و من كل محافظات مصر الفرحانين و يتفضل والله ان احنا هنا يعني يعتبر المشروع ام على كتافنا والله وبعرقنا زي ما حالك شايف كده يعني احنا فعلا تعبنا تعب شديد جدا والله العظيم هنا والله العظيم والله يبارك فيك واشاءكم شديد طبعا احنا زراعين لا يقل عن اربعين الف صنف يعني زراعين من اصناف اصلا مش موجودة هنا خالص يعني اصناف اللي احنا عندنا مش موجودة مش موجودة برة كلها مستحدثة كلها مستحدثة دخل علينا مستحدثة يعني ده مشروع ضخم مشروع ضخم الحياة بشوانجز ضخم و مشروع عظيم و انا شايف انه انتو كلكوا اللي لافت نظر كلكوا فرحانين و فخورين من اللي انتو بتعملوه فانا بقول لك يا ابني والله اتعبكم مش هضيع شقاكم مش هضيع عراكم مش هضيع و انتو على رأسنا من فوق والله على رأسنا من فوق والله على رأسنا من فوق والفعلا كل واحد فيك و زي ما قلت انه افضل سماد للارض اقدام المخلصين لزيهم انا شكرا جدا الله يكرمك شكرا خليني اروح مع حضرتكو نكمل في الجول لانه الحقيقة هنا في مستودع شلالات من الامن الحقيقة انا متفائل جدا والموضوع يا ريس السلام عليكم تعال مسلم علينا يا عم ازيك خبرك ايه اسمك ايه وليد علي بن مجل وليد علي بن مجل اشغال ايه يا وليد اه فرد نخل في النخل اه تعمل ايه ضرع نخله بكم حالية انت منين اصلا اصوان من اصوان اه حفظات يا جماعة من القصر ومن اصوان ومن بن سويف ومن الفيوم انت متجاوز؟ اه ولا دك كيف اصوان؟ اه في اصوان قد ما سيرت كل مدة وتروح لهم وتهدت لا مسافة اربعة سات بوصل البيت خمس ساعات اه انت اريب انت اصوان اريب مبسوط في الشغل الحمد لله رب حاسس بايه؟ انت من الحاجة يعني ولا اي كلام لا بعمل حاجة يا بلدي طبع صحيح اتعلم الحمد لله احنا بنعمل ده انتشغالين في مزرعك ومن مزرع في الحالة طبعا ده لانت خبرة ده فخر لاي والعال فيا ما بعد الفخر ليك والعال فيا ما بعد طبعا والله طالع من قلبه والله يعني طالع من قلبه وبيقول لي فخر لي والعيالي دي الناس اللي بتشغل يا جماعة ده اللي بيضيف حاجة للمجتمع اللي هو فيه ولنفسه ده مش قاعد بس فضل الكلام وفضل اللايك وفضل الشعير وفضل مش عارف لي ايه ويعمل بسطة ويعمل تغريدة الناس دي الشقيانة دي على رأسنا من فوق والله خليني أكمل معاكم الجولة فيه مزارع توشكة اللي أنا الحقيقة جيت في كل مراحلها كل مراحل من ساعة رئيس محط أول نبتة وحتى الآن وكل سنة جديد كل سنة فيه إنجاز كل سنة فيه إنتاج وصلنا ربعمائة وعشرين ألف فدان مزرعين ده رقم لو تعلمون عظيم خلينا نكمل من توشكة أيضا مزارع القمح الأمح الخير الزهب الأصفر زي ما أنتم شايفين يعني ده آخر جزء قبل الحصاد الأمح فيه توشكة ربعمائة وعشرين ألف فدان إجمال الأرض المنزرعة في توشكة ربعمائة وعشرين ألف فدان تلتمية وعشر ألف فدان أمح بس الأمح بسم الله ما شاء الله ده محضراتكم بسم الله ما شاء الله سنابل الأمح يعني مالت مع الشمس من تقل حبة الأمح اللي فيها بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله أنا شايف الإنتاجية بأفضل ما يمكن أنها تكون وفقاً للظروف الجوية والأرض والخصوبة إلى آخره خلينا شوف البشمهندس بشمهندس السلام عليكم السلام عليكم قول لي أنت مسؤول عن الأمح أه حضرت مهندس أحمد عبدالهادي مهندس مايكان مهندس أحمد عبدالهادي مهندس مايكانة قول لي إحنا زرين قدي أمح والإنتاجية قدي إيه والفدان قدي إيه وإنت شغال أنت منين أصلاً أول أنا من جنة حضرت من جنة وخريج إيه خريج كلية هندسة زراعية هندسة زراعية طمعاً مهندس مايش عمل عليكئاً ابنا عشر سنين عشر سنين في الشرق فثوشكة هنا فثوشكة والعماينات والكل مزارع في المزارع ديها تنقلت في كل مزارع قل إلي بقى من من النجلة أنا شايف انتاجية بسم الله إنما شاء الله يعني رجل تلاع الشايف بسم الله إن شاء الله جاهن السمبولة بسم الله إن شاء الله حاجة لي فرحة الحمد لله السنديق الحمد لله فيه انتاجية دايما مستمرة ان شاء الله فيه ازدياد وده طبعا نحنا فيه تكنولوجيا في المايكان الزراعية عندنا الحمد لله المعدات اللي بتستخدم فيها عمليات الزراع وعمليات الحصاد والتجهيز والخدمة من احدث المعدات في مصر اللي لم تكن على مستوى الشرق الاوسط وبفضل الله بإذن الله مكملين ده ده المايكان اللي هناك دي ده حدك المايكان الزراعية ده حدك ده الكمبين عرض تشغيل 9 متر بمعدل اداء يصل الى 6 فدان لكل ساعة عرض تشغيل 9 متر بنسبة فقط لا تتعدل 1% ودي حاجة كبيرة جدا بنسبة الكمبين طبعا ده بيفيدنا مفيش فقط فيه كفاءة في الحصاد وبيزيد من معدل الانتاجية تمام كده عايزة نروح عند المعدة دي تفضل دي طريق هنا لا أولا هتطرر هنا من السنية اما نطلع على الناحية التانية لا نروح له من الناحية التانية في تشكة الحبيبة والحصاد زي ما حدوك شايفين المايكانة الزراعية والسنابل القامح بتتكلم عن نفسها يعني خليني مش معنديش الحقيقة كلامة أقوله أوضح وأبلغ من الصورة اللي قدام حضراتكم زراعة القامح بهذا الشكل بهذا المحصول والميكانة الزراعية بهذا الشكل أعتقد أن الصورة تستحق كل احترام أستاذ نجاد أهلا وسهلا بي أهلا وسهلا إيه الأغمار والله تمام جدا حاجة إيه اللي شايفه النهاردة بقى فتوشكة بقى والله أنا قلت أنه ده يعني في الحقيقة فيه قصور في نقل الرسالة الإعلامية للناس بصراحة لأنه مثلا أنا عرفت النهاردة أنه كل العاملين أو الكسرة الكثيرة منهم كلهم مدنيين مهندسين محاسبين آآ سوائين عمال زراعيين عرفت النهاردة أنه مثلا بيدفعوا المية والكهرباء والضرايب زيهم زي أي شركة عادية جدا فالكلام عن احتكار السوق مش موجود عرفت أنهم بيرحبوا بأي مستثمر ييجي شفت إنتاج يعني في الحقيقة أنا رأيي أنه ده مشروع على فترة إحنا الإنتاجية دي شكل السنبولة دي شوف أنت عارف عارف دي من إيه من تقل الحبة أيوة أنا شفت يعني دي من تقل الحبة وشفت في مزارع النخيل كمان إنتاج أنا رأيي أنه مشروع ممتاز ومشروع ما بيكلفش الدولة حاجة بيديها بيدفع لها ضرايب يدفع لها كذا لكن كمان الأهم من ده أنه بيشغل ناس كتير كلهم مدنيين فأنا رأيي أننا محتاجين ناس تعرف بس طب أنا عايز أقول لك على حاجة نعم حضرتك قبل ما تيجي توشكة الصورة زي قبل ولا غيرت إيه التغيير اللي بقى أقول لي بقى لا التغيير أن أنا يعني توشكة ده أصلا يعني من أيام مبارك وإعنا بنتكلم على أنه يعني مشروع بازه الحاجة الثانية أنه فعلا ما فيش معلومات في نقص في التسويق يعني بمعنى أن حضرتك أنا ما كنتش أعرف أنه كل اللي بيشتغلوا هنا كلهم مدنيين مهندسين مدنيين أنت بيخلق وظائف وفرص عمل طبعا أنا ما كنتش أعرف ده طبعا فدلوقتي عرفته في حاجات كتيرة جدا لازم ما جانيتش واضحة آه يعني ما أندير سهلتي للناس ممكن يبقى عندك انتقادات آه بصراحة والناخل والأمح والمانجة لا أنا أقول لك حاجة أنا أول مرة أشوف مثلا مدير المشروع ده وهو ظابت جيش والبيتك بيه رضت اللي هو بقاله تسعة تشهر ما روحش بيتك فدي بصراحة حاجة يعني في انتقى الأهمية ده التزام وجودة فإعنا كل اللي عايزينه البارة تبقى كويسة كل مش بقى كويسة لازم ندعم أنا مشهورك جدا وإن شاء الله في جولات تانية لأنه دي دي لقطة من لقطات وإن شاء الله مع بعض حبيب ربنا خليك توفيق يعني خليني برضو أشوف مع حضراتكم الميكانة وهي الحياة السلام عليكم زيك السلام عليكم انت منين؟ من جنب وحضرتك؟ بحيرة من بحيرة منين؟ مدينة النبرية من المدينة النبرية؟ من المدينة النبرية شغال هنا بلك اديه؟ أنا هنا من 14 أربعة 14 أربعة سنة كيام السنة دي؟ لا السنة يعني جاني الموسم الحصاد يوم 14 وحضرتك؟ لا أنا مهندس زراعي في الشركة الوطنية مهندس هنا؟ منين؟ من جنب بقى لك اديه؟ بقى لي سنة وشهر سنة وشهر؟ مبسوط؟ أكيد شو بتعملي بقى هنا؟ أنا شاهدت انتو بتعملوا حصاد لله؟ احنا حاليا في موسم حصاد الجامل بالمعدات؟ اه كنبينات طبعاً بتعمل قديه في اليوم؟ يعني على حسب الجوة على حسب الوقت يعني ممكن 50 فدان 60 فدان ممكن 100 فدان ممكن 150 فدان على حسب عدد المكان وعلى حسب توفر وعربيات الفدان بيجيب قديه هنا كم ارتب؟ حاليا الموسم ده احنا هنا في قطاع 2.2 من 10 طن يعني الفين ومتين كيلو الفين ومتين كيلو عملو كم ارتب بتقول على 77 صح؟ مقابق ثم بعملو ال ABOUT 2. passo وறف واتنين من 10 مزبوط اه بتشغل وط 청د القدق والله إحنا موسم الحصاد بنعدو حالو هنا ايه منعدوا موصب الحصات هنا يعني انت كل المسلم الحصات ده لك أدي مروحكش يعني أنا جاء تاني يوم العيد تاني يوم العيد؟ ها يعني ما لك أديه كم يوم تاني يوم؟ يعني نحن النهاردة بجلنا حوالي من خمس أيام خمس أيام؟ خمس أيام هتكمل لغاية المسلم ما هيخلص إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق يا رب عندك أولاد؟ عندي ولدين وبنت وقعدين في النبرية؟ جاءت في النبرية ربنا يبارك فيه يا رب شكركوا جدا شكر جدا شكرا دكتورة مساء الخير مساء النور احنا من الصبح عملينا تجول من مساءة منزلنا في أبو سيمبل لغاية ما وصلنا على توشكا وروحنا مزرع النخل والمانجة وزراعات التكملية الموجودة وجينا على أصل الخير اللي هو الأمح اللي بيشغل بال كل المصريين نظر لأن مصر هي الدولة الأولى في استراد القمح على مستوى العالم الأول رأيك فيه اللي انتشوفتوا النهاردة إيه؟ أنا حايمة بهورة باللي شفتوا النهاردة لأنه فكرة إن مشروع توشكا ده كان تعفر في وقت ما إنه ينجح بالشكل ده ويطلع الخير اللي شفناه فهو فعلا درس في المسابرة أنا متأثرة جدا بالفكرة دي هل حضرتك الدكتورة كنت متخيلة للمشهد قبل ما تشوفيه؟ لا ما كنتش متخيلة بصراحة للمشهد قبل ما تشوفيه صورة لما شفتيها بنفسك مختلفة عما قرأتي وسماعتك؟ تماما تماما والمساحات والمجهود والعمالة اللي بتشتغل والشباب الموجودين والخير اللي طلع من الأرض وحسن تنظيم جناين النخل فعلا حاجة م... أنت عارفة مزرعة النخل دي أكبر مزرعة دخيل وتمور في العالم مليون وستومية نخلة تارجت بتاحهم اثنين ونص مليون النخلة بتجيب ثمانين كيلو بتجيب اثناشر صباطة بتجيب اثناشر فسيلة أعتقد مشروع يعني دهب بالضبط وعشان كده لازم مسندته بأننا نفهمه أكتر بأننا نشوف تعظيمه يكون فيها دروس في التنمية الحقيقية الفعلية بدل الحاجات النظرية اللي بناخدها يعني أنا قبل ماجي لحضرتك هنا قبل ماجي التوشكة كان فيه افتتاح مشروع مماثم لا يقل هنا 420 مليون فتاة 420 ألف فتاة أجمال المشروع حتى الآن زي ما قال المسؤول 420 ألف فتاة فيه الدلتة الجديدة ومستقبل مصر اللي قريب منه هناك مليون وخمسين ألف فتاة والناس تشكك وفيه ناس تقول يا جماعة ده كلها ألعاب حسابية من الحكومة وغيره وده مش حقيقي فلذلك كان وجودنا النهاردة على أرض الواقع وشايفين يعني شايف حضرتك مسكة شوية شوية سنابل أمحن على فكرة أنا راجل فلاح السمبلة طالما مالت معناها أن الحب اللي فيها تقيل والإنتاجية عالية أنا مبسوط وشايف حضرتك مبسوطة والصورة قبل غير بعد صحيح وأعتقد أن علينا واجب إحنا نعمله كلنا طبعا لناس خايفين على بلاهنا بالظبط إيه اللي نعمله؟ اللي نعمله إن إحنا يبقى نعرف إن منظومة نجاح الأرض الجديدة ما تجيش على حساب منظومة نجاح الأرض القديمة دي منظومة ودي منظومة فلازم نقرب ونفهم من اقتصاديات الأرض الجديدة ونعي مشاكل الأرض القديمة ونحلها لأن المنظومتين دول يشيلوا بعض مش تنافسية يعني تكاملية تكاملية وعندنا أمل إن عندنا حكومة جديدة جاية هيعلن عنها قريبا إنه يبقى فيه الفهم ده إنه مفيش نموذج تنمية واحد ينفع لمصر لازم التنمية تكون محلية وتكون أدواتها مختلفة من مكان لمكان ودور الحكومة إنها تعمل البيئة الموتية إن أنا أنجح الزراعة في الأرض القديمة أنجح الزراعة في الأرض الجديدة أشوف اقتصاديات الزراعة على المساحات الواسعة دي وإزاي نجحها ما هو ده واقع قدامنا دكتورة ده عندنا نموذج واقع موجود وإحنا عايشينه إحنا الهدف كله عايزين أبناء الشعب المصري اللي هما فقدوا الأمل فقدوا البصلة فقدوا الطموح يا جماعة شوفوا أنا قابلت الشباب صغيرين أنا كنت بركز قوي مش مع المسؤولين ما قابلتش حد المسؤولين الشباب مهندسين والعمال اللي بكل محافظات المصرية اللي ولاد فخورين طبعاً اللي ولاد فرحنين بقولوا إحنا عملنا حاجة لبلدنا نهو بس هقول حريكي حاجة أستاذ نشأت يعني ده دي حقيقة دي حقيقة النجاح اللي هنا ده حقيقة لما تيجي تقولوا الواحد عايش واقع مختلف مش هيصدقك عايش في واقع افتراض يا دكتورة بالضبط ما نزلش ما احنا بنقول للناس يا جماعة يعني بالضبط عشان كده لازم نقرب من الحاجات دي نفهمها يبقى فيه إتاحة معلومات زي ما حضرتك بتعمل دلوقتي يبقى فيه قرب يعني القرب ده هو اللي يعمل ثقة وإيمان بأنه الحاجات دي نجحت وأنه المسابرة هنا نتج عنها حقيقي حاجة مبهلة جداً جداً حاجة تفرح لحقيقة أنا مبسوط جداً لأنه يعني طبعاً الامح بيضحك والله الامح بيجني والله وحتى التبن اللي وراه ده برضو حاجة تفرح والمعدات والمكان اللي شغال وعملية المخلفات بتاعته والتبن ما فيش شفت حداك في النخل زرعين تحت النخل مانجا وتحت المانجا دورة دورة وكركدي وكركدي وكمون يعني احنا انتجية نقطة المية من أعلى الانتاجية في العالم لأنه بتزرع زراعات تحميلية 3-4 زراعات ما احنا بلد زراعي والفلاح المصري ده هو أصل فرارة هنا بقى النموذج اهو قدامنا النموذج اهو ونعمل هذا الكلام لأن احنا عندنا لسه مشوار طويل جداً جداً بشكري جداً يا دكتورة بشكر خديدة ومبروك اللي احنا مشوار مبروك علينا جميعاً شكراً يا دكتورة شكراً يا دكتورة والله هو الميكانة الزراعية بدون هذا التوسع الكبير بدون الميكانة لا تصلح لماذا؟ انت بتكلم في نصف مليون فدان وزيادة وبالتالي لابد يكون في عندك ميكانة منظمة تماماً وعلى مستوى عالي جداً من التقنية العالية والحمد لله بدأنا فعلاً بالتنفيذ الميكانة الزراعية سواء كان على موادات استصلاح أو معدات تجهيز أو معدات خدمة الحمد لله عندنا معدات من أحدث المعدات على مستوى مصر إلا من تكون على مستوى الشرق الأوسط نجحنا جداً الحمد لله في اختيار المؤدات حضرتك ده ده من أحدث الكمبينات عرض تشغيل سبع متر ساعة الخزان حداشر طن ودي حاجة كبيرة جداً بتساعدنا في عملات الحصاد بتبقى سهلة وسلسة وبتوفر وتعمى عبنية كفاءة الناس كلها تفتكر أنه آخر مرحلة مرحلة الحصاد احنا عندنا بعد عملات الحصاد خط آخر وحضرتك انت ودخل ممكن تشوفه خط إنتاج بلات قش القمر وده اللي بتكون من كابس آه تبني الجامح حضرتك بيطلع بلات وبيتصدر لبره طبعاً من أك بتصدر لبره وبيتعمل بلات وبيتشغل علا في المنتاج الحيواني آه موجود هنا عملة عملة وهينا الاثنين يعني شغلة الاثنين وعندنا طبعاً الخط عندنا في ازدياد دايماً ومستمر بإذن الله وإن شاء الله بإذن الله الميكان هتوباء بالنسبة 100% هتبتخدم على المحصول بإذن الله إن شاء الله موسيقى 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 الناس كلها تفتكرين للآخر مرحلة مرحلة الحصاد دول الإعلام اللي عايزين نفسنا احنا عندنا بعد عملة الحصاد خطة آخر موسيقى من داخل صوبة المنجا والأول بشاير بتطلع من أرض تشك قدام حضرتكم دي بشاير المنجا أول سنة بقالها 4 سنين الشجر ده ما زروع بلا 4 سنين شفناه هو لسه بتزارع شتلات النهاردة المنجا أصمرت وقادي البشاير أنواع منجا مستنبطة كلها أصناف أجنبية والشجر عنده صفة التقزم حتى لا يستهلك مياه كبيرة كثيرة وحتى لا يستهلك سماد وموجود في صوب لحمايته من حرارة الشمس الشديدة جدا جدا وفي نفس الوقت الحفاظ على السمار زي ما احنا شايفين قادي المنجا قدام حضرتكم الله المستخصر أحطها في الأرض المنجا حاجة تفرح الحقيقة حاجة تفرح والمنجا مش منجا زي اللي احنا مشوفها برا الحقيقة يعني أقسم بالله ريحة المنجا لو تباين في الكاميرا يعني حاجة فوق الخيال يعني المنجا أعتقد شايفين ده منجا موجودة وبشاير المنجا في تشكة قدام حضرتكم شيء يعني فعلا خيال والله خيال يعني أنا كنت موجود هنا على مدار السيناوات الماضية باجي في زيارات لكن هذه المرة شفت البشاير بشكل لا يمكن أن حد يتخيل أنه عندنا منجا هتخرج من هذه الأرض بهذا الشكل ومنجا طبعا زي ما حضرتكم عارفين الأرض أرض بكر والأرض ما فيهاش مقلوسات الأرض ما فيهاش بكتيريا الأرض ما فيهاش ما فيهاش وبالتالي هذه الثمار أورجانيك بشكل كبير جدا أعتقد يعني لسه بدونت ناشة طعمها هنقول لحضراتكم لكن ريحة المنجا أعتقد أن هي بتفوح في المكان وزي ما احنا شايفين قدام حضرتكم أهو أدي ثمار المنجا أهو أدي ثمار المنجا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله المنجا حضراتكم دي منجة تشكة المنجا دي في تشكة الخير بقول لكل الناس إلى الذين لا يعملون تاني بقول ما قاله طه حسين إلى الذين لا يعملون ويسيئهم أن يعمل غيرهم أهدي إليهم هذه الجنة في الصحراء نكمل من داخل مزرعة المنجا أو مزرع المنجا وهذه الصوبات والبيوت المجهزة لهذه الأصناف المتعددة أكتر من عشر أنواع من المنجا وأعتقد دي البكورة الثمار أو البشاير الموجودة بش مهندز أهلا وسهلا أنصح بسلام أحمد قطاع المنجا ومزرعة تشكة أنت منين؟ أحنا أصوان إفندي من أصوان؟ أقول لي بقية المزرعة فيها مزرع النهاردة أنواع المنجا هي إيه؟ وعمرها هي إيه؟ أه يعتبر زرعنا أكتر من 12 صنف من الأصناف الأجنبية المختلفة يعتبر الأصناف دي مميزة جدا من حسن الانتاجية يعتبر الصنف المزرع هنا قدامنا ده أستن أه يعتبر من أصناف العصير اه يعتبر برضو معنى الصنف دا يعتبر الصنف أيرتو يعتبر برضو من الأصناف المبكرة اللي بتمتازنه تناسب العصير وتناسب الأكل اريد أنا في الليل هند كل نب Burra إهid هم ليس بأيضاد بأن هذه الأصناف اللي موجودة بالزابط أفندي بأيض من أصناف الثاني Age LO وها هذا ايه؟ ربما في الصنف دا المعن san participة اللي بيُلعين برضو السjonف العصير اه ده اللي. اه بانتهيه بتوصل. قولي احنا الشجرة عمرها ادي؟ الشجرة عمرها حالياه اربع سنوات. عمرها اربع سنوات. اه اربع سنوات. اعتبر افندم احنا عملات التغليف دي. اه. بتتم علشان نحمي الشجرة يعني الصمرة من اشعة الشمس المباشرة. اه بضبط اه. عشان تستويش بسرعة. فزبط يا فندم. الشجرة دي عمرها اربع سنين. اربع سنين. بيتنتك بعد اديه? اعتبر اربع سنين دي اول سنة بالنسبة لنا. ده بشاير. اه بشاير. اه كل ده بشاير. كل ده بشاير. بالضبط. اه يعني انا باختصار شديد جدا المنجة اللي قدامي دي المنجة اللي قدامي دي مزروعة في توشها. المنجة اللي قدامي دي لو حد كان اه قال ان احنا ممكن نلاقي سمار زي دي في الارض دي من اه خمس ست سنين كان يقول عليه اكيد مجنون. يعني المنظر اللي قدامي ده انا في الواقع. انا في ارض الواقع. انا موجود واشجار المنجة قدامكم قدام حضراتكم اهو لان في ناس اصلا برضو بتتقال اهو دي المانجة هي على الشغل قدام حضراتكم اه اعتقد واتصور انه اي حد كان يقول انه هيتزارع هنا من اه من كام سنة كان اتقال عليه انه مش فاهم في الزراعة انه بيبالغ انه بيطبل للدولة اه دي قدام حضراتكم اه دي المانجة قدامكم وخليني اخد جولة في مزارعة المانجة باش ماندس قل لي انت اه اي شغال بالك اديه? اربع سنين في المكان اربع سنين اه بتسافر كل 15 يوم اه كل 15 يوم وترجع مبسوط? اه الحمدلله افندي وفهمت انواع المانجة احنا مبسوطين ان احنا بنحجج انجاز يعني احنا كنا في تحدي ان احنا نقدر بازن الله تعالى التجربة دي تنجح ونشوف سمارها قدامنا الحمدلله ناجحة التجربة الحمدلله افندي وانتو ليه عاملين بيوتك? يعتبر التزليل هو حماية للشجرة من اشعة الشمسة المباشرة ومن السقيع الشتاء هو المانجة محتاجة اه ضل اه تغطية اه افندي بالزبط اه ضل غير مباشرة وبتزرعوا المانجة تحت النخل اه دي عشان الجريد يغطي مكان بالزبط افندي فعلي افندي ازبور شكرا افندي شكرا افندي شكرا حتى اذا دخل جنته وقال ما شاء الله لا قوة الا بالله ما شاء الله لا قوة الا بالله في أه يعني حدائق كلمة حدائق الغناء كلمة حدائق الكروم كلمة غط الكروم احنا في غط العنب الحقيقي مش متاع اسكندرية احنا في توشكرا وبعد ما رحنا شوفنا التمر وبعد ما شوفنا المانجة وبعد ما شفنا القمح وبعد ما شفنا الدرة وبعد ما شفنا الكمون أنا دلوقتي في مزرعة العنب العنب من أفضل الأنواع يعني بسم الله و ما شاء الله بسم الله و ما شاء الله ما شاء الله هو لا قوة إلا بالله العنب و الإنتاج زي ما حال لحست شاريفين ادي الهنب يعني هو استوى جزئيا كمية الانتاج ما شاء الله مبشرة جدا العمر اللي العود بينتج بعد سنتين عمره اللي افتراضي بعود 15 ل 20 سنة انتاجه يعني انا برضو بسأل زي ما قلت عالمانجا برضو مين يقول انه هذه الارض ممكن يبقى فيها عنب بهذا الشكل اهو مش عود واحد اهو قد العنب اهو اهو الحقيقة احنا في مشروع هذا المشروع هو الاعظم لانه هذا المشروع اتعرض لظلم شديد وتعرض لتشكيك كثير والحمد لله احنا دلوقتي فين قدام حضراتكم في ارض الواقعة اه دكتور عمر ازاك دكتور عمر ايه الاخبار الحمد لله نحمد الله حاجة جميلة جدا جدا ومشرفة التحديات اللي التقالت او اللي كانت موجودة في السابق الحمد والله يعني اذا كنا نتكلم على درجة الحرارة تم التغلب عليها الناس بتشتغل الصبح بعد الفجر اذا كنا نتكلم على النقل ومواصلات تزللت تماما الحاجات دي كلها إذا كنا بنتكلم عن في الموضوع الطرق وفي الموضوع النقل إذا كنا بنتكلم عن قولنا حارة الجو إذا كنا بنتكلم على التسويق الحاجات كلها الناس هنا بتقول إنه هو بيقلله بعض الأسعار علشان المستورد يقدر ييجي ويتحمل فلق التكلفة فطبع موضوع شوح المياه كل هنا كلام ما فيش أي راي بالغمر النهائي بنتكلم عن راي بالطرق وراي بالرش راي بالطرق وراي بالرش وده أحدى صروقي دكتور عمران هسألك سؤال الانطباع والصورة اللي في ذهنك قبل الزيارة وبعد الزيارة قبل الزيارة أنا قريت تقريب جاهز المركزي للمحاسبات عن المشروع المشروع فاشل 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 ده كان من حوالي كذا سنة والتقرير عندي حوالي 20 صفحة لا هنا جينا لقينا موضوع تحول الفاشل لنجاح تحول الفاشل لنجاح حقيقي مع نوع من الإصرار مع نوع من المثبر مع نوع من العزيمة حقيقي الناس قدر تعمل حاجة صحيح المستثمر الأجنبي بعض الحالات ممكن ما استحملش لكن المصري كل اللي شوفناه هنا مصريين لا فيه إصرار وفيه عزيمة وفيه حقيقي نوع من المثبر على تحقيق النجاح وتحقيق تنمية خلينا أسأل للأستاذ عماد دين حسين وأرجع لك خليك معنا أنت خلصت أكله أو لا لسه؟ لا لسه طيب قول لي أنت بعضك إيه؟ أنت بشأل مرة تيجي المشروع أنا جيت أكتر من مرة وتتذكر خليك معنا دكتور عم وبالتالي ما هو موجود النهاردة ليس مفاجأة كبيرة بالنسبة لي لكن النهاردة أكتر مرة نتجول على رجلنا ونشوفه نتكلم مع الناس من أول العمال للمهندسين نهاية تنبيه اللي هو توفيق وبالتالي الصورة أكثر اكتمالا النهاردة حاجة بجد تدعو إلى الفخر ليه؟ نحن طول الوقت متكلم على ضرورة دعم الزراعة طيب ده دعم حقيقي للزراعة ده التطبيق العمل لفكرة دعم الزراعة أن نحن هنا موجودين ناس سايبة بيوتها وسايبة أهليها وسايبة كل حاجة وقعدها بتعمل مشروع عظيم أتمنى أنه هذا النموذج يتقرر في كل مكان وأتمنى أكتر كمان أنه يتحول إلى الانتاج الصناعي أنا معلش في حاجة يعني وقفة في زوري وانتو الاثنين أعضاء في أمناقلس أمناق الحوار الوطني بسأل سؤال بقول هو ليه الصورة دي مش وصل للناس؟ ليه يا دكتور عبد؟ جزء يتحمل منها الإعلام حقيقي لأنه لازم يكون يعني الوفد بتاع النهاردة الممثل من كثير من القناوات الفضائية ومن الصحافة ده يعني مطالب أنه يتكرر يعني تكرر باستمرار مطالب كمان أن الحاجة تكتب عليها يعني العنب ده يتكتب عليه انتاج تشكة يعني لما يتصدر برة مصر ولما يكون موجود في الأسواق المصرية أو في الأسواق اللي هي الكبيرة بتاعتنا زي أسواق العبور وأسواق أكتوبر وي 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 إلى آخر يتكتب عليها اسم المنتج ومكان انتاجه الحاجات دي كلها مهمة جدا جزء من المسألة برضو تانية أستاذ نشأت التعليم التعليم إحنا محتاجين أن مناهجنا الحاجات دي كلها تدعم في المناهج بحيث أن الأولاد آه الحاجات دي كلها فكل ده بيكون بشكل متكامل أدوات التنشئة الاجتماعية دي كلها يكون بشكل متكامل تعرف الناس إيه اللي بيحصل في بلدها هتكتب بعد ما شفت المنجة وشفت النخيل وشفت العين هتكتب إيه؟ أكيد لا هقارن أنا هقارن بين اللي كان موجود واللي شفناه يعني اللي كان موجود في نهاية فترة حكم الرئيس مبارك والتقرير اللي كتب وكانت سلبي جدا له هزر مكاسي المحاسبات نتيجة طبعا عدم التعامل بشكل جدي مع التحديات اللي أنا ذكرتها وذكرها الأستاذ عماد لا الموضوع تغير خالص الناس قدرت تواجه هذه التحديات وأنتاجت نشوف نشوف أمح وشوفنا عنب وشوفنا مئات الآلاف من النخل وأنواع مليون وستمائة ألف نخلة أكبر مزرعة في العالم صحيحة ده حاجة يعني بسم الله ما شاء وكمان فيه فكرة هنا يا أستاذ عماد برضو فكرة أنه الزراعات تحميلية اللي شرحونا أنه زرع نخل وتحت النخل منجة وضرة وكمون إلى آخره ده شي طبعا تطور مهم لأن أنت كده بتعظم كأنك بتزرع محصولين في أرض واحدة وطبعا علميا أنا لسه كنا بتكلم مع بعض في الباصو إحنا جايين على فكرة أنت أحيانا بتزرع محاصيل زي الفول مثلا تحت أشجار مسمرة فبيزيد من خصوبة التربة أو بصل أو بطيخ أو خيار ودي كلها حاجات وعمل كاركا دي وعمل بكمون وعمل درة فدي تجربة مهمة جدا وأنا أظن أنه أتمنى أن هي يعني كنت بتكلم مع سيادة اللي هو توفي وهي التحدي اللي ليس بالنسبة لي هو الاستمرارية أن يكون هناك يعني زراعنا ربعمائة أشياء الفدنا هو يعني هنا نجحنا حلو نجحنا عايزين هذا النجاح يتم ضمان أنه يبقى فيه استمرارية لي أنه لا يتوقف فقط على شخص فيه جهد هايل من كل الناس أنه ده يستمر يبقى فيه مرعاه لي وكل ما بينجح كل ما بيعزز خطواته بالعكس بتجيب شفت النهاردة شباب عمال جايين من أسوان مهندسين جايين من كل مكان من الدلتا فده تطور مهم وانت بتضرب نموذك دايما نحن بنقول أن احنا مركزين على الخدمات لا النهاردة مش مركزين على الخدمات بس النهاردة عندك زراعة حقيقية وزراعات على مساحات واسعة مش بس زراعات مفتاتة زي ما الناس كانت بتشكوا زمان وبالتالي تقدر تعمل خطوة أكبر وهي التصنيع التصنيع الزراعي ده أنا أظن حل مشكلة مصر كلنا بنتفق في هذا الأمر لأن أنت أي شجرة بتزرحها لا أي شجرة بتزرحها بتقلل دولار بتستغني عن دولار بتدور عليه بتوفر دولارات للميزانية العامة بتصدر أكتر إحنا مصر متميزة جدا في تصدير الخضروات والفواكه فده بيجيب لك دولارات دلوقت بتقدر تشتري بها سلع تانية فكل ما بنتمدد في ذا كل ما بيعود بالنفع على الأقصاد الخوف تقولين للشباب الصغيرين اللي بيشتكوا أنه ما فيش مشروعات وأنه الدولة بتقول حاجات فيك وغيره تقولون اللي سمعناه النهاردة من مدرأ هذا القائمين عليه كمان إن المجال مفتوح تماماً لكل حد مستثمر صغير أو كبير أو مشروعات صغيرة أو مشروعات اللي عايز ييجي يشتغل ييجي يشتغل ييجي يزرع ييجي يزرع الميا موجودة المصلط موجودة العمالة موجودة الميا متوفرة لا كل حاجة يعني ما فيش أكتر من كده يعني بس هي موضوع إيه الكسل موضوع الحافز موضوع إن حد ييجي يبقى سفير بمعنى إن ييجي يشتغل ويبلغ أو يلسانه يتحرك بحيث إن هو يبلغ رسالة للآخرين اللي هما ييجوا أنا شكرا جدا من دكتور عمر شكرا جدا من السلامات ويعني الحقيقة بهنيكم وبهني نفسي لأنه اللي إحنا شايفينه يستحق التناءة وأتذكر كلمة اللي الرئيس قالها مرة قالك إن شاء الله إن شاء أنا مش ها يضيعها شكرا جدا شكرا لكم شكرا لكم شكرا ابني طول ما فيه كمال ابني لنهاية الحياة حط مصر صد عيونك ابني واحد للتجاه يلا نهتفوا الوضع طبعا فيه تشكا وفيه أكبر مزرعة نخيل في العالم أكبر مزرعة تمور في العالم المزرعة 27 ألف فدان مليون و600 ألف نخلة بالتأكيد يعني لازم أترك بصمة هنا ولو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها سأقوم بغرس نخلة هنا في هذا المكان لكي أشارك حتى مشاركة رمزية بهذا الغرس في هذا الحقل في هذا اليوم اللي أعتقد اليوم تاريخي هسأزينكم هزرع هذه النخلة وأرجع أكمل محضراتكم تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سعيد أني بشوف الأجواء والناس والشباب وسعيد أني بشوف الناس فخورة جدا جدا بفكرة أن هي شغالة في مشروع وطني هو الأكبر في تاريخ مصر هنا بنقهر القهر هنا بنقهر الصحراء هنا بنتحدى التحدي دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة